السلام عليكم مرحبكم في قناتي على اليوتيوب غانوكويزين إن شاء الله تكونوا كامل بخير تميتشوفوا في الفيديو ترنهار اليوم اللي مراني فرحان خاتش حنبدأ معكم أول أنواع حلوية العيد واللي رح نشاركها معكم اليوم هنا في اليوتيوب وفي الانستغرام وفي تيك توك في فيسبوك مع تي تحطوا كامل على ضربة وينتروحوا ورح تلغاوها الحلوة هادية اليوم بديت لكم بهذا الحلوة حلوة شوكولات بشكل جديد جاي على شكل شارك مطلب شوكولات بصح كماركو تشوفوا شكل جديد اقتصادية سهلة مهلة وتقطع لكم كمية كبيرة هاد الكمية قطعت لي حوالي 40 حبة كماركو تشوفوا وجيكم محشية تحبوا ديروها محشية كما تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش محشية ما ديروهاش معانتها حلوة كماركو تشوفوا بسيطة راقية شابة وعلى بالي بلي رح تعجبكم بمول واحد المول خرج جديد في الأسواق رح نهضلكم عليه اليوم باش معانتها تلقاوها عند كامل اللي بيعوا انواع دوزان تعال الحلويات عفوان وعلى بالي ذكرانا مع فطرة الحلويات وراهم جايين حلويات وحد اخرين الحاجة اللي اللي نحن نبنو بها هي نخدموه الحشو التعنا الحشو التعناو مش متكون متكون من القفريط هنا اديت كمية تعال القفريط حوالي باكي ما ديرتش كامل الباكي درت حوالي نص باكي لي كنت فتتو غير بيدي ولا تسكر فيجوه عفوان يا اما تسكر فيجوه في الخشين ولا تفتتوه بيديكم هاكدا ومبعد اكو شو رحو تديرو هنا تحكمو زوج مغارب كبارت على شوكولات تختيني ودخلوهم لحفتك القفريط حتى تحصلوه على عجينة ذو كالحسب القفريط تاعكم اذا كان فيه بزاف شوكولات رح يتلم معاكم تمتم اذا ما فيش شوكولات لازم تزيدوش في شوكولات تختيني كما قلت لكم القفريط يا اما تسكر فيجوه يا اما تبتتوه بيدكم من الافضل تسكر فيجوه في الخشين ما ترحوهش حتى ونيولي لكم غبرة هنا كمارا كنت شوفوا شوفوا بعد ما تلمتلي لعفات جيت لسق شوية لهذا الشي رح نديل لها مغارف كبيرة تعبادي للكاكاو من عند كاروما هذا مسحوق الخرب هذا مسحوق صحي تديرت منه مغارف كبيرة تقدروا تستخدمه في كامل تحليه تكون تشاركت معاكم تحليه به كمارا كنت شوفوا هقدرت منه مغارف كبيرة باشي نتشفلنا شوية هاد الافضل ستعنا كمارا تقدروا تديرو كوكا وتقدروا تديرو بساعة وتقدروا ما تديرو فيها والو كما قلت لكم هاد الحلوة تقدروا تديروها جفة هقدر كتطلوها غير بالشوكولات انا برك حبيت نضيف لها هاد اللمسات هالحشو هقدر حتى انت عاودون تحصلوا اعلى عجينة تكون هاد الاخطراش هاداروحها شوية دوك شوفوا الشكل التحاها هكذا نحطوها فريجي دار تبرد شوية ما تخلوهاش تبرد بازافة تحوين شدروحها تبرد شوية ما بدنا روحو نحضروا لعبات تاعنا لعبات صابلي تقريبا شبه لها هنا في غيسي ميوندرت ميتين وخمسين قرام تاع المارغارين بدرجة حرارة الغرفة لازم تكون المارغارين باش تساعدكم في الخدمة درت هنا معاهم ثلاث مغارف كبار تاع الزيت درجة حرارة الغرفة باش تكون الخدمة بالفوي جينا سهلة درت نص كاس تاع السيكري غلاس نغرب لها لازم كل شي تغرب لها الحاجات النشفة كامل لازم تغرب لها كما رأيكم تشوفو هنا غربلتو ونجي ندخل غير بالفوي ولا بيدكم ولا بالباطر لان ما تحبش تمسوالو دير غير بالباطر وهنا حتى ونت دخلنا كامل مكوين كي تكون الزيت المارغارين تاكم طريا وتعاونكم بالفوي مع انتما ما تخافوهاش كامل درت حباتها على البيض بدرجة شحارة الغرفة تانيك وصافار حباتها على البيض اللي حتطيناها الشاشة في الحلوة ملعقة صغيرة تعلها فاني ونخلطو كلش حتى وندخلنا هذيك البيض في هذيك المارغارين تانا هنا لازم تزيدو غير بالحاجة ما لازمش نرمو كلش على دربة هنا بعد ما يتخلطو النامليح وش نروح نديرو نجيبو المايزينة تانا المايزينة لحططينا الطراوة للحلوة التاعنا ولازم نغربلوها تانيك هاكدا نضيفو المايزينة تعنا نغربلوها ونخلطوها ملح كم قلتلكم المكونات كامل لازم يتغربلو باش حتى الفارينة هذي استخدمتها مغربلة بعد ما خلطت مليح المايزينة نجيب الفارينة تاعيهنا درت زوج كيسان تاع الفارينة بنفس الكسر نابه سيخي كلاس وليدرنا به المايزينة زوج كيسان تاع الفارينة لازم تكون مغربلة ضروري انا كنت قربتها من قبل درت معهم اربع ملعقة صغيرة خميرة الحلواء قصر الشامع عندها ما تجيش بزاف هنا ندخل وديك الفانينا غير بالفوي وبدأك نجيبو الكاس تالت هنا دات الكاس تالت ولازم نستخدم يديه هنا البس ليجون بس جيني خدمة سهلة من قعدش ننجخ في يديه بزاف كمارا كنت شوفو هكذا حتى تنطنطن منا بات تكون شاداروحة ومليحة هنا تقدروا تزيدو على تلت كيسا انا جوني ثلاثة كيسا ما انتها تقدروا تروحو حتى ثلاثة كيسا ونص هاد العجينان يتحصلنا عليها كيمارا كشوفو وماتعها جنوها شلعبات الموهابر كخدش لو كانت حجنوها رايحة تلق كامل هدو كريدام تحوت وليلكم يبزا هنا وزنت الحبات تاعي كامل عشرين قرام خرجتلي حوالي 40 حبه شوفو تخط قضع لكم كمية كبيرة وخرجت كمية من ذاك الحشو وثاني كدرتوا بهات الطريقة خرج كين حبتلي حشيتهم كين حبتلي محشيتهمش هنا نروحو نجيبو المول تاعي اللي هضعتلكم عليه هادا هو المول اللي هم تواجد في كامل الاسواق كيمارا كوتشوفو هادا اللي جاي لشكل التشارك ويجي بشكلين مختلفين كين هدك الشكل الفوقاني والشكل التحتاني يعطيكم شكل بزاف شباب على بل يكن استخدموه راح يعجبكم ديجا كين استخدموه قبلي وانا قلت ننزيل نطع فيه اللمسة تاعي هادا نحكم لعبات تاعي نبسط رابات الشكل كيمارا كنتشوفو في الرشت باب يفيل مفوق بلوندوت خابي باش جي ناخد منقية ومساهلة تقعدنا الحباليس نجيب هاداك الحشو التاعي كيمارا كنتشوفو خمسة غرام هاداك الحشو برك وزنتو معانتها مشي كمية كبيرة تاع الحشو معانتها الحبة عشرين غرام والحشو خمسة غرام نغلق عليهم بهاتطريقة ونشكلوهم كيمي يشكلو تشارك دوك تشوفو كش نشكلهم نغلقوهم مليح نتأكدو بليت تغلقت مليح والحشو وراء والداخل ونشكلو كيمي نشكلو تشارك بهاتطريقة نحفتحوهم غير بشوية كيمي قلت لكم تقدروا ما ديروش الحشو معانتها اختياري احنا نجيب الاخر تاعي ولازم نعاونو روحنا دايما بابي فيلم هكذا نجيبو قطعة صغيرة بابي فيلم باش ما تلسقناش فيها الحبه ونبدو ندخلو نشكلو فيها بهاتطريقة معانتها نطيتكم هذا كل وزنته عشرين غرام معا خمسة غرام سويس وفاد المول ولي ما عندوش ميزان يسي يقيس علي حبه ويديرهم كامل هنا زدرت بابي فيلم من الفوق ونبدو نضغط عليهم مليح هنا ضروري عملية الضغط ضرورية يعني علاش نضغط عليهم مليح باش تدينا هادو كلها فوق متاحا كمارا كنتشوفو بهاتطريقة نغير نضغط عليهم مليح برك لازم تكون مشي ما لازم نطولوا في الضغط برك لازم تكون لوحد زوجي ضغطات يكونوا مطولين باش تخرجونا هاد الحبه وهاد الشكل كمارا كنتشوفو هاد الشكل اللوول وكين هاد الشكل الثاني انا صراحة عجبني بزاف هاد الشكل يجي بزاف شباب هنا نحطهم وندخلهم يطيبوا على فرن مسخن من قبل على 180 دراجة كيطيبوا لكم وياخدوا لكم لون حمر من تحت طفوا عليهم وشعلوا عليهم من الفوق يجدوا لون ذهبي خفيف ما تخلوهم شي حمر وبزاف من الفوق مع انتهاء لون ذهبي كيمارا كنتشوفو هاقدا وياخدوا لكم تانيك من تحت لون ذهبي شوفو الحبه شان تخرج شباب انا رحت وجهت شوكولات من قبل دوبتها استخدمت 200 قرام شوكولات اولي و100 قرام شوكولات نواق مش حصلت على هاد القلاصه الشباب شوفو احكمت من 200 قرام شوكولات اولي معتها شوكولات بالحليب قطعتها ونضفت لها 100 قرام شوكولات نواق ودرتوا فوق حمامائي بعد ما دابوا درت لهم زوج مغارف كبار تاع الزيت بشعرونها لامعة شبابا ونجين قلاصي بهم الحبه تتاعي وكل ما تشوفو الشوكولات تقالت ديروها فوق ماماغي حتى من تتلقى روحها بش تزيدوا تقلاصيوا بيها وهنا تقطروهم مليح ضروري تقطروهم مليح على هكي تقطروهم مليح حفوان باش يتشكل لنا هاد الشكل الشباب ولا فوق متاع الحبه جينا هاقدا نديروهم ينشفو فوق بابي كويسة ولي طيب نعليه بعد ما ينشفونا نزينوهم كما تحبونا نزينتهم بلا فايدو اللي كنت تلسقتها بشوية ع المولة بشوية غير عطاء هادك الغدائي ولا تدهنوهم هاد الناك خيليجي ليكيد ما نساطه مرش شهرك ذك بالبان سوبرك وتحطوهم فلي كيسات تاعهم كبارا كنت تشوفو هنا يشكل تح يجيب الزفراقي شبابا وكما قلتلكم اقتصاديات قدروا ديروها بلاحشو تقلا نصيب ها غير شوكولا والباليكين اللي حبوا بزف هادوه هادوهح الحلووية والشوكولا وهادي اول حلوية العيد ان شاء الله سنزيد نشارك معلكم غدوبا وغير غدوبا ونكملوها حتى 7 ثمانا ولم نديروها حلوة حلوة تاع العيد ان شاء الله تكونوا NRY و quis dejaشش season video andwiekwią في لelier في وصفه اخرى ان شاء الله